أطراك لا يفوح؟ لا يثبت؟ الناس لا يسألك على أطراك؟ انا جايب لك السبب الكثير من الناس يستخدمون العطر ويقول لك ليش العطر لا يثبت؟ ليش لا يسألني يقول لي عطراك حلو ومشتري عطر غالي مكثر يا جماعة بطريقة أنه أنتو تستخدمون العطر غلط أنت ما تجي ترش واحد اثنيا وتطلع وتقول ها العطر ليش ما يفوح؟ لا يسألني باختصار اسبح بالعطر وهي إيديناتك على حال وهي واحد اثنين ثلاثة طبب يعني تكثر الرش وهذا يعني أنت تكثر الرش وإن شاء الله تثبت العطر ويفوح ويجعل ذكري حلوة العطر باختصار لا تخلاله للأحفاد ولا تخلال الأولاد هذا ليس للورث هذا الاستخدام هذا العطر عبارة عن ذاكرة تخلد لك ذكريات حلوة يعني أنت كل ما تكثر الرش راح يشمل العطر بأيام حلوة بأماكن حلوة بس تدير وجه كيمة أو يسرة راح يشمل العطر لأنه أنت مكثر الرش فرح يخلد لك ذكرى حلوة ترجح تشتري للعطر فهذا ليس للورثة وليس للأولاد وليس للأحفاد هذا الاستخدام هذا الاستهلاك هادي